المؤمن الحقيقي هو الذي يتشبه بالرب يسوع خلينا أتكلم عن ثلاث علامات مهمة جدا يعني في هذا العصر تمت مش في أي عصر مضى أقول ثلاث علامات اللي كلها تمت في آن واحد في وقت واحد في هذا العصر مش أي عصر مضى أولا ازدياد المعرفة طبعا في دانيال صاح 12 بيتكلم عن هذا الموضوع عن آخر الأيام ازدياد المعرفة طبعا وبيتكلم عن ازدياد المعرفة الكتب المقدسة واليوم احنا كميات الكتب وكميات المعلومات تذهلني ولكن أخاف أن كل هذه المعلومات أنها أصبحت دينونا علينا لا لنا فشو اللي عم بصير أنه ازدياد المعرفة عن كل ما بتفتح التلفون بتلاقي معلومات جديدة معلومات جديدة تقدر ترجع لأي معلومات وطبعا في هذا العصر موضوع الذكاء الاصطناعي الـ AI هو طبعا موضوع في كل موضوع فيه بركة ولكن خطير خطير جدا ممكن الإنسان يخد الصوت يخد الصورة ويعمل عليها قصة كاملة وصور كاملة والله أعلم فإذا ازدياد المعرفة شيء مذهل في هذا العصر لم نرى في أي عصر مضى شيء تاني مع ازدياد المعرفة ازدياد الإثم مش بس ازدياد الإثم تشريعه يعني بيعملوله قوانين في متى 24 آية 12-13 يريد تقرؤوها ولكن يقول الكتاب ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين يعني مثل ما قرأنا في تمثاوس غير محبين لأنفسهم غير محبين للذات غير محبين وهكذا يعني بيتكلم عن محبة غير محبة الآب أو المحبة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس وكلما ازداد الإثم وازدادت الخطيئة عم تبرد المحبة وعم نشوفها في البيوت في العلاقات في الأسر في الأولاد في البنات من كل ناحية يعني في رسالة روميا اقرأ رسالة روميا لصحاح الأول أرجوك تقرأ رسالة بيتكلم عن ليستة خطايا فظيعة جدا من آية 24 لآية 32 ولكن شوف كيف ينهي الآية بقول لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون يسرون بالذين يعني بيفتخروا فيها مصرور مبسوط عليها وبيفتخر أنه بيعملها وهذا هو العهر يعني مش بس أنه الناس كانت تستحب الخطيئة ولكن معتش هم يعني الشخص عم بيخطئ ومش مهم سمعته ولا مهم أي شيء لأنه وصل إلى هذه الحالة في إشعية 5 آية 20 مكتوب ويل للقائلين للشر خير وللخير شر الجاعلين الظلام نورا والنور ظلام يعني كل شي بالعكس الجاعلين المر حلو والحلو مر يعني اليوم عم بقولوا عن الخير شر والشر خير وشوفوا الانتخابات الأمريكية شوفوا شو اللي عم بيصير في دول الغرب في كندا شوفوا اللي عم بيصير الخطايا 80% من الخطايا الإباحية الجنسية الموجودة في الشرق الأوسط شيء مخيف شيء مزهل شيء مخيف جدا في الغرب وفي الشرق يمكن هون الشعب منفتح وعملوا لها قوانين يعني مثلا اللواط أو السادومية أو إلى آخرين شو بدك تسميها يعني الشزوز الجنسي كانوا بيعملوها كل العصور وكل أزمان سادوم وعمورة واليونان والرومان ولكن ولا مرة تاريخيا عملوا لها قوانين اليوم إذا أنت حتى بتحكي ضد هذا الموضوع بتعتبر عملوا كل إشي فوبيا 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 كل إشي صار فوبيا فيعني الدنيا كلها تغيرت صار الخير شر والشر خير وعم بقول للرب أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصار تغيرت كل كل الأمور أخيرا أحبائي ازدياد الكرازي فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان أو ليس عجبا اسمعني منيح بلد المسيح بلد الأنبياء اللي مش عليها الرب يسوع المسيح وهذا بخجلني أنا أنا شخصيا ورجال الدين في بلادنا مش عيب إنه في الضفة أقل من 1% مسيحيين في إسرائيل عرب إسرائيل أقل من 2% هذه البلد اللي اتدأت الكنيسة منها وصلت الرسالة لكل أنحاء العالم كيف من نام إحنا على فكرة كيف من نام أنا مش فيهم كيف من نام كيف مش عم نتاكل من جوه أقول ننتحر لا خطيئة الانتحار طيب شو نعمل بدنا نسترد ونسترجع هذه الأيام بنعمة الرب يسوع المسيح يقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى المعرفة الإثم الكرازة كلها في هذه الأيام مرة وحدة استغل الفرصة يتأنى علينا عشان نرجع ونتوب للرب ونطلب الرب من جديد حتى فعلا ننال الحياة الأبدية رابي بارك